حيكم متابعين في الجزء الأخير من البرنامج نستمر في الحديث عن خروج الاتحاد وأسمع رأيك أبوحني أوش نقول هارد لك الاتحاد نكون بس منطقيين اتحاد فريق وممثل وطن يستحق التقدير خسر الاتحاد ولكنه يظل هو الاتحاد الكبير الاتحاد اللي يمثلنا في أهم البطولات صاحب الإنجازات صاحب الاسم الكبير هارد لك لا هارد لك لجماهيرة هارد لك لجماهير السعودية كافة لأنه ممثل الوطن احنا مشكلتنا نتكلم دائما بعد ما تسير تكون الخسارة بهذا الشكل لازم نفرق بين البطولة هذه والمباراة مباراة أمس وما يعانيه الاتحاد من بداية الموسم من بداية الموسم يعاني الاتحاد أخطاء قرارات إدارية عاد هو الرئيس التنفيفي هو إدارة الرئيس النادي أن يبدأ معسكرك في الطايف وأنت فريق بطل هذه علامة استفهام أن تكون هذه النزاعات الموجودة في الفريق هذا ما أعتبره معسكر وكثير من الاتحادين ما يعتبرون معسكر بطولة أتفق معاك تماما أنا الآن أجهز نفسي أني أنافس على أربع خمس بطولات ومنها مشاركتي في كأس العالم إعدادي في هذا خليني أقول لك يقول تحدث حتى أعرف من أنت حتى لو نونسانتوس المختار ما أقبل كلامه ومو بكيفك يا نونسانتوس أنا من يضع استراتيجيات الفريق للمستقبل الاتحاد في وجهة نظري القرارات العاطفية هي من أوصلت الاتحاد إلى هذه المرحلة مباراة الأمس في وجهة نظري يتحمل جزء منها خطأ لجنة المسابقات في عدم تقدير الاتحاد جهد كبير لمباراة الضمك ومن ثم المباراة أولى أعتقد استنزف بدنيا فيها الاتحاد وأتى في مباراة الأمس أضم صوتي للرائع أبو أميرة دمر الاتحاد فنيا المدرب رغم أختلف لكن مع وجهة نظر أبو أميرة أن المدرب يمكن ما يكون مستقبل الاتحاد أنا أشوف مدرب جيد يحتاج وقت ولكن أخطأ خطأ شنيع في قراءتها للأهل أمس وهو من يتحمل هذه الخسارة سواء كان في توظيف اللعيب الأجانب سواء روما أو كرنادو أو حتى بعدم الزج بيغوتا وحتى في عملية تأخير التغييرات وتوقيتها ونوعيتها فشل فشل ذريع الحقيقة أمس مبروك للأهل المصري هاردك لنا كان ولازال وسيظل الاتحاد فريق كبير جدا لا يقلل منه خسارته في مباراة الأمس مستقبل الاتحاد وقت هدوء أنا فجة نظري الاتحاد يصير في المسار الصحيح أنا تغيير المدرب الشتوية هي الحل الدواء في الشتوية للاتحاد استقطابات مجاملات مع احترامي حجازي يعني ليش أنا قاعد أقول الرائع أبو أمير أبغاء جاملة مو قادر يفتح سبرينت أنا كيف أعول نفسي على واحد عامل ثلاثة أربطة مش مجاملة لما نقول لجنة المسابقات أصيب الويس في لبي كان يحتاجها الاتحاد في المباراة هذه أصيب في المباراة الضمك فالمسألة هي مسألة ما في مجاملات شكرا حجازي شكرا روما شكرا كورنادو وحتى إن وصلت إلى قروهي ممكن أمشيه عشان أصنع فريق قوي انت لو تلاحظ أختم فيها بس عبدالله شف الهلال والنصر من تبقى من العام الماضي تلسكا ميشيل شف الاتحاد كم تبقى من العام الماضي رتم المنافسة وقوتها وحداتها ارتفعت بشكل كبير جدا لازم أنا أكون قارئة